يقول أصلي الفرض في المسجد لوحدي وأنا على كرسي وجاء أحدهم وقف عن يميني مدة تتجاوز ركعتين فسلمت وقطعت الفرض بدون تسليم وصليت معه جماعة وقدمته الإمام حكم أني أصلي على كرسي ما حكم ما فعلناه يعني أنت صحه غلط يعني يعني غلط أنك تأتم بإنسان يصلي على كرسي لأن العاجز عن ركن لا يأم القادر عليه العاجز عن ركن لا يأم القادر ما يصير واحد يصلي على كرسي يأم من يصلي قائما ما يصبح أبدا إلا إذا كان إماما راتبا يرجى زوال علته أما إذا كان علته دائما أو ليس إماما راتبا فلا يأم وإنما يكونوا مأموما فهذا خطأ النجاة وتم بك هذا أمر الأمر الثاني كون قطعت الصلاة أو حولتها إلى نافلة وكان الأصل تحولها إلى نافلة حتى تدرك جماعة تصلي جماعة مع هذا الشيخ وتجعله إماما يعني أنت صح لكنه غلط تصلي جماعة مع هذا الشيخ تصلي جماعة مع هذا الشيخ تصلي جماعة مع هذا الشيخ